طب مننا عن أوضاع الطلبة تقريباً عم نتحدث من يوم الخميس بدأت الامتحانات بشكل رسمي ردات الفعل بشكل عام يسعد صباحكو أول شيء أمنيات التوفيق اللي عبنانا الطلبة في امتحانات الثانوية العامة اللي صادفت الخميس الماضي 30 الشهر ردات الفعل ملموسة على عدة محاور المحور الأول هو بقدوم الطالب إلى قاعة الامتحان والمحور الثاني بيدخوله إلى قاعة الامتحان والمحور الثالث بتلقيه لورقة الأسئلة هذه المحاور تحتاج إلى فن في إدارة الموقف اللي تعرض له الطالب طلاب الحالة النفسية اللي هم مرتبطة بدراستهم بتوقعوا المستقبل برهبة الامتحان وهو امتحان يعني له رهبة خاصة وإحنا مرنا فيها ورح يمر فيها غيرنا ويمروا فيها الطلاب الحاليين فدائما الطلبة يحتاجوا إلى أنه شخص يطمنهم طريقة معينة في الاستقبال للقاعة طريقة معينة في التعامل خلال الامتحان ضمن أجواء الامتحان داخل الغرف المخصصة لأداء الامتحان حتى الطالب يشعر بالأمان والارتياح ويعتبره امتحان مثل ومثل أي امتحان قدم له الطالب سواء كان في المدرسة أو في الامتحانات التي قدمها الطالب في البيت أثناء مراجعته نعم نعم نتحدث عن دور رؤساء القاعات صحيح كيف يستقبلوا الطلبة بشكل عام ترى أنه هذا الوعي موجود عم من ريح أبنائنا أو اللي عم يغلب طابع الجدية والتوتر اللي عم يوتر طلابنا زيادة بكل صدق بكل صدق وزارة التربية والتعليم ممثلة بمعالي الوزير والأمانة العامين والقيادات التربوية خليني أحكي عن منطقتنا في تربية الصلد من مدير التربية إلى المدراء المختصين كل التعليمات موجهة لرؤساء القاعات أنه نستقبل طلابنا بأريحية بوجه بشوش وأن نلقي عليهم التعليمات يعني تبصيرهم بتعليمات الثانوية العامة لأنه طالب جديد جاي إلى القاعات الصفة الأغلب لهم نعم طب أتفضل أتفضل تبصير الطالب بالتعليمات بيخلي الطالب عنده وعي وعنده إرباك بنفس الحالة الإرباك أنه ما يكون عنده اطلاع على هذه التعليمات ما عنها موجودة بكل ويمكن يطلل لكن عدم اطلاع عليها وإنت أعطيته إياها بمجرد قدومه إلى القاعات يصير في عنده إرباك لكن مجرد أنه إنت استقبلته بوجه بشوش استقبلته وطمئنته ما حفاظك على أمانة المسئولية الملقاعة عادقة سيكون الطالب إن شاء الله بوضع مريح وكان وسيكون أيضا نعم أستاذ عفواً كنت أسأل حضرتك عن التعليمات هاي يعني فيه إجراءات مختلفة في توجيهه الطلاب لازم يجيبوا الهوية ولازم فيه فكرة الماسح الضوئي لازم يتعلموا كيف يحلوا عليه وبكونوا أول مرة بيستخدموا يعني أشياء مختلفة عن اللي بعرفوها يعني في الامتحانات العادية المدرسية ما إيش هي هاي أبرز الاختلافات وكيف يتعاملوا معها شوف الهوية هذا شيء متعرف عليه رقم الجلوس شيء متعرف عليه هذا لدخول القامل نعم الماسح الضوئي هو موجود لكن يحتاج الطالب إلى أن يطلع عليه نعم إذا طالب نسي هويته بفوت ولا لا شوف التعليمات يعني محددة أنه الهوية هي إثبات شخصية أوكي لدخول الطالب لكن رئيس القاعة إن كان الطالب دخل مرة مرتين ثلاث مرات عنده ونسيها في امتحان نحن في عنا أرقام جلوس نعم داخل القاعة موجود عليها صورة الطالب ومعلوماته كاملة نعم فأتوقع أن الجانب الإنساني له دور خصوصا إن كان رئيس القاعة يعرف هذا والتأخير مسموح التأخير مسموح لحد حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم الساعة العاشرة تغلق الأبواب لكن طالب يجاك مثلا عشرة ودقيقة عشرة ودقيقتين تتعامل معه حسب التعليمات اللي وارده أنك جانب إنساني ممكن الطالب أزمة بسيطة ما يكون حاسب أنه رح يكون فيه أزمة بتأخره عن قاعة امتحان ممكن يخسر امتحان إذا تأخر فترة زمنية طويلة نأتي إلى الماسح الضوئي اللي أنت تفضلت فيه الماسح الضوئي الأصل أن يكون الطالب قد تدرب عليه في مدرسته قبل أن يذهب إلى قاعة الثانوية العامة وخصوصا في الامتحانات التجربية التي تعقد قبل فترة من الامتحانات الوزارية فكرة الماسح الضوئي جانبين الجانب الأول ممكن الامتحان كامل يكون على الماسح الضوئي في بعض المواد وعلى الجانب الآخر ممكن الماسح الضوئي يكون فيه عدد بسيط من الدوار مثلا إذا كانت في امتحان اللغة العربية كان عبارة عن 26 دائرة والباقي كله إنشائي واستخراجات في مادة تاريخ الأردن كان كله 50 دائرة على الماسح الضوئي لأنه المادة مخصص إلها 200 علامة وبالتالي كل دائرة بيكون نصيبها أربع علامات هلأ الماسح الضوئي لا يستخدم فيه إلا قلم الرصاص لأنه لا يمكن تغيير الإجابة لو استخدمت دمنا قلم الحذر أنه نحتف الإجابة وننقلها إلى إجابة أخرى في حال أنه الطالب بده يغير إجابته الماسح الضوئي فكرته مريحة جدا للطالب لكن أسئلته دقيقة يعني الطالب بده يكون مطلع على المادة بشكل تفصيلي حتى يستطيع أنه يجاب الأسئلة لي لأنه الأسئلة بتكون دقيقة نعم في دائما هناك موقف أو سيناريو يحدث في قاعات الامتحان هو ردة فعل الطلب بعد توزيع أوراق الامتحانات في حال حدوث نوع من الضجيج أو الاعتراض محاولة التأثير على الطلب اللي عم بيحاولوا يركزه وكيف تتعاملوا مع ردات الفعل المختلفة بتكون؟ سيدتي عند توزيع الأوراق الامتحانية لا بد أن الطالب يتفاجئ لكن هل هناك تدعيات أن يكون في أصوات أو اعتراضات؟ لن تكون إلا بعد مرور فترة من اطلاع الطالب وقيامه بالإجابات وممكن بكل احترام طبعا طلابنا نماذج حقيقة نماذج أخلاقية بغض النظر عن الجزئيات التي تحدث لا يوجد شيء كامل لكن يطلب رئيس القاعة من خلال المراقب يأتي رئيس القاعة يوضح له يتعامل معه يرفع معنوياته أن هذه الأسئلة من الكتاب ونحن كرؤسة قاعات أنا لا أعند طلاع على كل المواد وما أستطيع أن أتعدى حدود القانون فيما يتعلق بالورقة الامتحانية إذا هناك ملاحظة من أي طالب أنا أقولها لإدارة الامتحانات وإدارة الامتحانات تعطيني الإجابة ونحن نوصلها للطالب بكل أريحية خلال سيرة الامتحان لكن إن الطالب يريد أن يعترض أو أن الأسئلة غير واضحة أو الأسئلة من خارج الكتاب أنا لست مختصا بس بقدر يلنجأ لرئيس القاعة أو المراقب فيما يتعلق في وضوح بعض الأسئلة الأسئلة كلها واضحة وكلها مطبوعة وكلها مقرؤة وكلها مرة بمراحل مختلفة من الإعداد والطباع والتنقيح يعني صعب أن طالب لا يستطيع قراءة أسئلة مطبوعة لأن إذا الطالب يبحث أنه يحصل على إجابة من رئيس القاعة إذا استعان به بل الله شوف لهذا بل الله أستاذنا هذا شيء موضوع آخر يعني ما أتوقع أمانت المسؤولية عند زملان ورأسها القاعات نعم نعم أستاذ بالنسبة لمحاولات الغش وعم نشوف على الفيسبوك في صفحات رسمية للغش صفحة فلان الفلاني للغش بشكل هيك موثقة رح تصير الصفحة صفحة الأستاذ فلاني للغش نشوف أنا صفحة الأستاذ الفلاني ها أنا بتحفظ عليها لأنه لا يمكن أن يكون فيه أستاذ يعمل صفحة صفحة الأستاذ الفلاني للغش لا لا طبعا لكن موضوع الغش إذا كان هناك صفحات أنا لم أطلع عليها ولا حقيقة كتب وي أوصل لها في القاعة هل يعني نحنا في الأخبار هل سسمعنا أنه برزارة التربية والتعليم حكت عن ارتفاع مثلا اختراقات عم نسميها نعم كيف شكل هاي الاختراقات هل تعاملت مع الشكل من أشكال الاختراقات بالنسبة لقاعت خليني أحكي على نفسي أولا لم يحدث أي اختراق إن شاء الله تعالى ولن يحدث السبب أنه الطلبة الموجودين في هذه القاعة مثلهم مثل باقي الطلبة كلهم نماذج أخلاقية عالية لكن الاختراقات صارت هذا الشخص لا يمثلون إلا أنفسهم وقلت لك ما في شيء كامل لكن الأهم من الاختراق أنه إحنا قدرنا نضبط هذا الاختراق يعني الطالب الآن اللي ضبط في اختراق الامتحان ستطبق عليه التعليمات وبالتالي إذا هو فعلا جاي بتليفونه مشان استخدامه داخل القاعة للحصول على أسئلة وإخراج أسئلة أو لأي طريقة إن كانت عفوا نستاذ شو القانون في حالة الضبط الهاتف هو حرمان هذا الطالب دورتين متتاليتين حرمان دورتين سنتين يعني؟ دورتين متتاليتين دورتين عفوا أنا ما بعض يعني الآن والتكملية آه أوكي يعني بنحرمها يتكمل في بعيد على السنة اللي بعدها على السنة الجديدة يعني بده تأخر هو الآن سنتين تخصير حصلة بالمادة أو للسنعة لا بكل المواد بالنسبة للهاتف الخلوي كل المواد حتى موضوع الساعات الذكية وغيرها لكل شيء بند في تعليمات الامتحان يعني الآن أحكي لك بالامتحان إذا الطالب التفت وكتب رئيس القاعة قام الطالب بالالتفات هذه عقوبته انذار لكن إذا أكمل حسب البند ما في شيء ما في جهد شخصي فيه عندك نظام وفيه عندك تعليمات إذا التفت طالب وأكمل رئيس القاعة بحجة الغش يحرم في هذا المبحث نعم يعني فيه تعليمات محددة واضح وهذه التعليمات معالجة لكل الاختلالات التي يمكن أن تحدث في امتحان التنوية العامة نعم طب أستاذ وائل فيما يتعلق بما بعد الامتحان وتجمهر الأهالي بسبب خوفهم وقلقهم عند أبواب قاعات المدرسة نفسها نعم هل أنت مع وجود الأهالي بترقب التجمهر مراجعة الإجابات شو بتنصحهم شوف يا سيداني نحن شعب عاطفي والموجودين داخل القاعات هم أبنائنا وأيضا أولياء أمورهم عند أبواب المدارس لكن حبذا أن يكون التجمهر تجمهر مسؤول يعني أنا لما يكون عندي تجمهر عندي مئة وعشر طلاب مثلا داخل القاعة نعم بمئة وعشر أولياء أمور والأمهات والسيارات أنا عملت مشكلة ما فيه الهداعي الآن بعض الطلاب وإحنا كنا طلاب وقدمنا امتحنات ما كان لا فيه تجمهرات ما كان فيه لا تجمهرات ولا كان فيه عند المدارس بتروح تقدم امتحانك وترجع وتنجح وما أحد يعرف أنك انجح بتروح على الجامعة بتكمل الجامعة ما أحد يعرف الآن إحنا إذا طالب بده يتخرج من روضة بدنا نسكر الشوارع فإحنا اللي بعني أنه لازم تكون عندنا مسؤولية طالب بده يروح للامتحان للأصل أنا بوصل ابني لقاعة الامتحان لأن حتى أنا إذا ضليت عند باب المدرسة شو بدي أعمل هو بوتره في زيادة الآن هو ممكن يوصل طالب هو وهو مصبوط هو داخل قاعة الامتحان بيفكر بالإجابات اللي بده يحكيها لأهله وهو خارج وبالتالي أنا إذا ابتعت عن المدرسة حتى لو إجيت بعد الامتحان بعشر دقائق حتى هو يلتقي مع زملائه أو شوف شو الإجابات إلى آخره بيكون نعم تعرف أستاذ وائل بالحديث عن هذا الموضوع أنا كنت بفترة التوجيهة ما أخذي قرار أنه بعد الامتحان ما أراجع الإجابات نعم لسبب واحد أنه ما يأثر على الامتحان اللاحق نعم أنت مع هذه النصيحة أنه خلص يعني أنا مع أن الطالب ينسى الامتحان الذي قدمه بعد استلام ورقة الإجابة والأسئلة والدفتر منه نهائيا ولا يفكر به ما إذا فكرنا فيه أو حسبنا له أو شوع منه شو النتيجة اللي بده تتغير لن يتغير شيء وبالتالي أنا أنطرق الامتحان نعم شو الملاحظات يعني والنصائح اللي بتعطيها للطلاب بشكل عام للقادم للامتحانات القادمة خصوصا إذا صار فيه مثلا بعض العراقيل أمام الطالب في الامتحانات اللي مرقت يعني شوف لكل أمان أستاذ هيتم ما في عراقيل الأسئلة الطالب طالب ما عمل منيح طالب الطالب اللي شعر نفسه قصر أتمنى أنه يشهد الهمم للامتحانات القادمة أنه يكون متبصرا في المادة ويكون مطلع ويكون فعلا بدي أدرس لغايات أحقق أمني عندي مش يكون تصفح الآن أنا كثير من الطلاب اللي واجهتنا مشاكل أنه يسأل كثير خلال الامتحان وأنا كمدير مدرسة وكان عندي طلاب أنه الطالب ما يدرس 90% من طلابنا المسؤوليات ملقاة على الأهل وأله يعينهم الأولياء الأمور يعني يتحملون فوق طاقتهم الإبن بده مدرس خاص بده يصحبه وقت معين حتى إذا أنت ضغطته أنه يدرس وبده تحقق المستقبل وبعض أولياء يقول بس اتعب هالسنة بعدين بترتاح ما في قابلية ما بعرف اللي قاعد يصير شيء غريب على طلاب نا أنه البعض منهم شايف أنه التوجيه عبارة عن مرحلة وبتعدي بغض النظر عن النتيجة البعض الآخر وهذه حقيقة يعني شيء صدمني أنه البعض يقول لك أنا عندي أربع أشق بالبيت وإذا نجحت شو بدي أعمل يعني بتلاقي معنوياته مش معنويات طالب نعم وبالتالي دائما أنا كنت حتى بأثناء القاعة ويمكن بعض طلابي الآن اسمعوني أنه أنت اعمل اللي عليك انجح حصل شهادة وبالتالي ما بتعرف الخير من وين يجيك فأربنا يقولهم الخير إن شاء الله توفيق للجميع ولكل مجتهد نصيب نعم أستاذ وقال حجاح الرئيس قاد ثانوية عم شكرا جزيلا وجود حضرتك سيد يعطيك العافية لكل طلاب نعم نتمنى أكيد